انت لما خدت قرارك ومشيت من نادي الاسماعيلي ده في حد زيبت وده ريسك انت عشان كنت تعشق النادي الاهلي ما كنتش خايف انك تفشل مع نادي الاهلي ونادي الاهليك لقول لك خلاص احنا بش عايزينك وبعد كده تبقى كده بطلت بصك كابت مصطفى انا كنت حاسس بقدراتي يعني ان انا وثق في نفسي ولما النادي الاهلي يكلمني يعني معناها النادي الاهلي محتاجني اكيد لانه عارف ان انا في الاسماعيلي وهو محتاجني ان انا راح العب برضه بفرقة كبيرة يعني فخدت القرار طبعا حب النادي هو القرار الاول قبل ما افكر بقى انا ممكن يحصل ايه ملعبش يلعب لا ان انا ارجع دي كان في حد زيتها هي ده الاساس بالنسبة لي نعم يعني ما خوفتش بقى لا 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 خلص خدتها تحدي بينك ومن نفسك والحقيقة لما رجعت ما اععدتش ما اععدتش لقبت على طول طيب مين من اللعيبة اللي انت كنت معاهم في افريقيا وليك مواقف معاهم وكل من فيك المواقف دوت ما تنساهمش لا هو فيه موقف يا كابت مصطفى بس كان فقط اللبس عندنا في النادي مش في افريقيا اه قل اتكلم عليه انت عارف طبعا ان احنا اه اه ما كانش فيه حاجة اسمها ناخد اجازة في العيد ولا كلام منه لا 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 خالص خالص يعني يوم عيده جايه وبتاعه فكنا احنا ويمكن احنا هفكرك بالموقف ده كنا فقط اللبس وعاديين بنلبس وكده عشان هنزل التدريب وفجئنا باتنين اللعيبة داخلين علينا طبعا كانوا اقصر اتنين في الفرقة لابسين بدل زرقة ما لهاش حال يا كابت مصطفى زرقة مش مثلا كحلي اه ولا رماضي تمشي زرقة زرقة وبعدين مش لابسين كارفاتات وبزررين الزرار بص المنظر بقى الجميل وبعدين فاكرين نفسهم توقم لابسين زي بعض ولابسين جزمتين كل واحد يعني كعب قد كده وكان لسه برضو الشرلسطون ده اللي رامي على القدام واخد بالك وفاكرين انهم طولوا في العيد يعني انهم كده كده يعني ندخلوا احنا طولنا في العيد فانت بتقول لهم ايه يا كابت المنظر ده فقال لك ايه يا كابت مصطفى مش العيد قلوا عيدي يا حبيبي ايه وانت عشان جاي اساسا من شغرة على التحريم مش على قصر النيل مقابل للناس كلها وانت جاي تاعي بدل رجب محمد السيد يا خابت رفيا لانت نطول بعض لانت نطول بعض لانت نطول بعض وقاطعية واحدة وجاي من حنطة واحدة بس مش ممكن المنظر انت جاي وانت جاي الابرة لابس لابس بدل بقولك كحلي طب انت ملبسش جارباطة زرق زرق طب سيبلي ده سيبلي الزرار ده اللي كان لنفسك عشان باب روش داخلين عرقانين هيموتوا وفي افريقيا انت بالسامر كنت في افريقيا مع متحط رمضان ومجد عبدالغاني وخالق جدالة اه بالمناسبة برضو في سفراء من سفرات افريقيا اه كنا مع الشيخطة ايوة وبالمناسبة يعني بوجه له تحية من هنا ومن احسن المدربين دراجل فاضل خلقا وفنا وكل حاجة وكل حاجة بصراحة والد لينا بناء عن الكلمة يعني واكتر مدرب الداني حق في النادي الاهلي والشيخطة او ده داننا كمان حق والله بصراحة يعني اه فكنا في كينيا تقريبا في كينيا ايوة واول مرة اول مرة اه نكون في رمضان اه فانت عارب بقى الشيخطة طبعا رجل ملتزم ورجل يعني بيصلص الفرد بفرد وبتاع فاول ما رحنا اول يوم فانت قلتين يا جماعة الشيخطة هيصلي وكلنا يعني العزيزان يجي عشان الترويح بعد العشا اه اه فكله بقى متحمس واللعابة كلها رحب سدري بقى جامد على اساس ان ايه يعني برضو مشوها جو تصلي وملتزم برضو بتدي نوع من اريحي اه لعبك اساسي اه لعبك اي حاج فاول يوم اه ثلاثة اربع صفوف اه فالشيخطة هيصلي بقى خلص العشا وبنتدى في الترويح اتنين فاربعة في ستة في تمانية واخد بالك ايوة ابتدت بقى واخد بالك اللعابة ترعش من تحت دي السفرين احنا كنا اللي كنا فيها دي بتالة كابتا مصطفى دي دي احنا اخدنا الكاس ده الجابون الجابون اه جابونك الستة وتمانين دكتور عمر وفتح كان فتح كان مزبوط وكمال بيحافظ اه اه فالمهم بقولك ثلاث صفوف اول يوم اللعيبة خلصت الترويح اخدنا نص الدور نص الدور اه وهو اخد نص الليل كمان واخد بالك طول في الترويح دخلنا القوة كالسحين اه فترة اعداد كل يوم كابتا مصطفى يا كباتل اللي هيصلي يلا عشان هننبدأ الصلاة اه كابتا مفرقة لازم انت اللي تقول لا واحنا موررش حاجة موررش حاجة اه بس برضو ماهو انت فترة اعداد في الصلاة انت قاعد يعني ستة في تمانية في عشرة الدنيا المهم على آخر يا كابتا مصطفى السفرية لو تفتكر اه كان بيصلي هو الجهاز بس دي اعتقد كانون يا ويندي دي كانون يا ويندي مزبوط كانون يا ويندي اه ايوة بالضبط اه ده نهاء افريقيا برضه كانون يا ويندي ايوة ايوة صح 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 اه بالضبط يعني فيه انا هو اول وحي ومنعب غاني وربيع وحشيش علاء وعلاق وشبير والخطيب ومحمود المدلك وحمد أبو رادي وطاهر والكرامي وضيا واسامة ومحمد سعد وعلاق صادق وآيمن شامل بصبوط ده بالضبط كانون يا ويندي اي اخذنا احنا اكسبنا البطولة ما احنا اكسبنا تلت بطولات ابطال كوس واربعد اللي احتفظنا بها مدى حيات اربعة وثمانين وخمس وثمانين وستة وثمانين بعد كده بقت الكوف رجعنا تاني او بعدين رجعنا تاني الابطال الدوري دائم